دهسها وبدل أن يوصلها للمستشفى رماها في النفايات حدث سيرل لامرأة ستينية تحول إلى جريمة باشعة هم قحطان توفيت عند عودتها للبيت بعد دهسها من سيارة على سريع الدور بوتشير صاحب السيارة نفذ خطة بعد الحادث لم تخطر على بال أحد كما رواها لنا حفيد المتوفية هذا صار على طريقة بوتشير من ضربت الحجية نقلها قال حروح وديها للمستشفى فنقلها ومأخذها وموديها للبيت حقيقة وما وصل للبيت هناك مغير السيارة ومصعد أخوان وياهم مره ومغيرين السيارة وجاء بيها من الحرية باتجاه المحمودية حتى يعبرون بها سيطرة وشامرها بالمسبلة ولا الرحمة ولا الإنسانية المتهمون الأربعة اعترفوا بالجريمة بعد إلقاء القبض عليهم من قبل القوات الأمنية حائلة المتوفية يطالبون بأعدامهم كون أم قحطان لم تتوفى مباشرة عند الحادث وفق شهود العيان ومع ذلك قرر صاحب السيارة ومن معه التخلص منها بدل إنقاذها جريمة يعني حتى الله ما يقبلها عليها شنو مرة تدعموها وتضربوها لتسمعناه وتشمروها بالزبارة وهي بعضها يعني حتى والله سمعنا إنه بيها روح بيها روح أنت مقامة ذبها ذبها بالمستشفى وروح هم أربع نفرات يعني معقولة من الأربع نفرات يطلعون ستين كفالة الله يقبلها محمد شنو اللي يطلعون كفالة ليش نحن نطالب بعدامهم نطالب بعدامهم نطالب نحن ما نريدهم يطلعون أبد ما نريدهم نطلعون ناشد وزير الوزير والوزارة الناشدة بهذه الشغلة وبعد تدوين الاعترافات تم تقديم المتهمين إلى القضاء وبانتظار الحكم عليهم لينالوا جزاءهم العادل بعد محاولة هروبهم من المسائلة القانونية والتسابب بوفاة المرأة المسنة عبر خطة بشعة من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر